بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تركيا تعلن تعديلات جديدة حول الحصول على الجنسية بطرق استثنائية لمتابعة هذه التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أعلنت تركيا اليوم الخميس إجراء تعديلات في شروط الحصول على الجنسية عبر طرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات حيث سيتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية بيع العملات الأجنبية المحددة في القانون للبنك المركزي التركي وبحسب اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية والتي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس سيتم بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية من أجل الحصول على الجنسية التركية للبنك المركزي وكانت تركيا قد أجرت تعديلات منتصف 2019 حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين وبحسب التعديلات الأخيرة فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي ولكن بشرط عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات إيه التعديل اللي حصل؟ تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار كما نصت التعديلات على تحديد مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية ب500 ألف دولار وفي هذا الإطار وبموجب اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية عبر إحدى الطرق المذكورة أعلى ببيع عملاته الأجنبية المحددة للبنك المركز التركي عبر البنوك النشطة في البلاد وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركز التركي في حسابات الليرة لدى البنوك أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أرجو أن أكون قد أوضحت الصورة لحضراتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم أرجو أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته